اشتركوا في القناة اسمها ENTER يعني معناŋتها ب hayn مثل فكرة ENTERCELLULAR يعني ما بين الخلايا ENTERCELLULAR يعني داخل الخليβ P凭 E يعنى بين A يعنى داخل بهذا الم ayn 基本EnterCellular يعني معناّة الخلايا او الفراغات اللى صار ما بين العضلات يعني اقو عضلات رح يكون ما بيناتها اقو فراغات اقو فراغات tax طبعا كلمة شائعة ولكن طالما احنا قاعد ندرس الأبرلم وطالما هذه المحاضرة نترتبها بسلسلة السلسلة كانت هي أو فيعني رح يكون ادنى المكان اللي رح ندرس به هو بهذا المعنى طبعا المسلز رح نتعرف عليه هنا ورح نتعرف على البوردرز بشكل دقيق مثل ما قاعد يشوف عندنا اول سبيس طبعا هنا رح يكون ثري سبيس اول سبيس رح يكون هو من اسمه كوادرا يعني اربعة اكو اربع حدود بهذا المعنى فبمعناته اكو اربع زوايا اربع حدود و اربع زوايا اربع اضلاع و اربع زوايا بهذا المعنى يعني فالسوبرير لي طبعا هذا مجرد جدول انه يوضح بالضبط شنو لانه نحن محتاجين نكون اكو كلام شي كلام يعني محتاجين الكتابة فسوبرير لي رح يكون لحيط به شغلتين من الانتيري انا من انظر له يعني من الانتيري اصبكت رح اشوف السبس كابيولارس من انظر له من الانتيري رح يكون تيرز باينر رح نشوفها الانفيريالي رح يكون عندي اثنين تيرز ماجر وميديا اللي رح يكون نعرف نقول احنا الترايسيبس ولكن بعدنا ما درسناه يعني الهد ما لتها بعدنا ما درسناه رح ندرس ان شاء الله بالمستقبل اللاترالي رح يكون مثل ما قاعد نشوف هذه قطعة عن قطعة يعني مثل ما قاعد نشوفها خلي امسحها الشغلات هذه قطعة قطعة لحم هاي عبارة عن قطعة لحم اليوم يعني اخذتها من الغدى مهلتنا هذه القطعة قطعة اللحم هي عبارة عن الاهضلات اللي احنا درسناها ولكن موضوعه بشكل يعني لحد ما ممكن يكون بالنسبة للبعض مواضح طبعا هذا الهيوميروس هاي العطمة هاي الرسمالتها هذا هاي العطلة اللي نعرفها كله احنا المفروض هسه اللي هي السبسكابيولارس اللي راح يتغطي كل السبسكابيولارس فاصة هذه هي العطلات هاذ الموقع صارعتكم تصور يعني بما معناته انهني قاعد ان انظر لهذه العطلات هاي القطعة من الجسم قاعد تكون بشكل انتريرلي يعني장이 السبسة راحمان قاعد أباوع للجسم هذا الشخص انتريرلي وهاي ايدا اليسرة اوكي ايدا اليسرة وقاعد أباوع من وجهة قاعد أباوع الوجهة وهي ايدا اليسرة أخذتها قلت لأشرح عليها ورجال هي بهذا المعنى عدنا طبعاً إحنا اللي راح ندرسه منه راح ندرس هاي المنطقة اللي هي هاي هاي صغير هذا الاسبايس هم نقع شوف أكو فراغ يعني ساذا ودخل صبع يعني يدخل بنانا عادي أو هي فعلاً يعني فعلاً هذا فراغ تدخل من عنده نيرفز وفاسلز من النيرف ومن الفاسلز هذا بعدها راح نعرفه طيب عدنا طبعاً هذا الكوادرانجولر راح يكون بالأس سوبريار لي هيا السبسكابيولاريس خلي اقسم أفضل هل هو رجاله 好 فالسوبسكابيولاريس رح تكون مثل ما قاعد نشوف و wissen هاي الحدود يعني مالتها هاي راح تكون ببساطة هي السبسكابيولاريس اللي سيكون ل miałith absorpt راح تكون فقط السوبسكابيولاريس ولكن بالنسبة لـ سيكون الى هو عبارة عن هذه هي إذا ما قاعد نشوف وهي وهنا أيضا La Smith Dorsey ولكن اهنا مقطوع La Smith Dorsey قاطعيها إذا ما قاعد نشوفها لا Smith Dorsey هنا قاطعها فهذا العرفنا انه وهو رح يكون رح يكون رح يكون رح يكون يتحل يعني بيها إحنا يتصر بالإنفرغلونيدي هذه هي بعدها رح نتعرف عليها وين بضابط ماالتها هذا يتعرف على بعديا أدنى طبعا الاترال الاترال بوردر رح يكون مثل ما قاعد نشوف هو الهيومرس رح يمر منها طبعا يعني الأكزلاري نارف ورح يمر من أدها أيضا الهيومرال سيركونفلكس سنعرف بعدين اسمع الضغط بعدين هذا الاسبيس اللي احنا أول الاسبيس اللي هو كوادرانجولار نرجع الراجعة سوفيرير اللي رح يكون السبسكابياروس انفيرير اللي رح يكون انتيرز مايجر ميديا اللي رح يكون اندي الالونج هيد اوف ترايسبس و الاترال اللي رح يكون السرجيكال نك اوف ده يومرس بهذا الطريقة لازم احنا نفهمه هذا الشي مهم هذا شفناه من ناحية الانتيري خلنا نشوفه من ناحية البوستيريور شون صار شكله طبعا من ناحية البوستيريار رح يكون نفس الشيء تماما ما عدا انه انا عندي بدل السبسكابيولارس رح يصير ادي التيرز ماينر فاني من اريد اقول هسه من يجي سؤال مثلا يجي سؤال القادرانجولار سبيس السوبرير بوردر رح اقول السبسكابيولارس اذا لا اذا قال بوستيريار رح اقول التيرز ماينر اذا قال لا فقط السوبرير السوبرير بوردر ما قال مثلا انه انتيرياري وبستيرياري رح اقول لاني رح اذكر لا اقول لان انتيرياري سبسكابيولارس بستيرياري تيرز ماينر بهذا المعنى انفيرياري بكل الاحوال لا تسمى صدرسي و تيرز مايجر واتنا طبعا ميديالي رح يكون اندي لونج هاد اوف تريسيبس فراكي واكيد عندي اللاترالي رح يكون هاي الافكار اللي لازم الطيهية هاي اللي احتاجة يعني طيب عدنا الابر هسا عدنا واحد ابر واحد لبر الابر رح يكون تقريبا نفس اللي شفناه قبل اللي هو السبيرياري رح يكون انتيرياري سابسكابيولارس وتيرز ماينر نفس الشي وبستيرياري رح يكون سابسكابيولارس بستيرياري تيرز ماينر وانفيرياري رح يكون تيرز ماينر مع اننا انا لازمت صارت بعيد عنه ولا تر� nehme لازمت Ook ترrency 卵 هذه السبسكابيولارس من الأمام من الخلف راح نشوف بأشواء تيرز ماينر ادي طبعا هذه التيرز مايجر انفيريرلي لا تسمع دورسي بعيدة لان لا تسمع دورسي راح تجي بهاي الطرق فارتكون بعيدة عليه ولكن عندي التيرز مايجر فقط انفيريرلي سوبريرلي الآن سوبريرلي اه بالطرقة انتيريارلي راح تكون السبسكابيولارس هين نتذكرها نفس الكوادرانجولار سبيس ما عادة اللاترالي راح تكون ال long head of triceps بهذا المعنى نشوف صورة اخرى انه posteriorly مثل ما قاعد نشوف هذا هو هذه ابارة عن long head of triceps ثم ما قاعد نشوف long head of triceps راح تكون medially او laterally سوري راح تحيط به laterally انفيريلي راح تكون التيرز مايجر وسوبريرلي من ناحية البستيريار راح تكون التيرز مايجر بهذا المعنى هذا ال space الثاني منه يمر من عنده يمر من عنده artery راح نتعرف عليه بعدين ومهم جدا هذه ال spaces تعتبر حلقة الوصل ما بين ال axilla وال scapular region بهذا المعنى فل هذا السبب هي مهمة ال axilla راح يكون بيها تجمع شايف تجمع 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 مثل ما التجمع بالجروبات هو التجمع نيرز والفاسلز كلها راح يتجمع بال axilla وينطلقا من ال axilla فلهذا السبب فهو الشي كبير وشي يعني يغذي كل الاورلم فرح ندرس بي هواي اكو عدنا فيسلز هواي بريكالبليكسز عبارة عن 14 نيرف فورتين نيرف كلها راح ندرس هنا راح نتعرف هان يروح انا اعتقد اكثر من 14 على ما اعتقد ممكن 17 ولكن هنا قلش 14 مثل ما قاد نشوف ايضا عدنا ال lower triangular space اهنان ال lower triangular space راح يكون سوبرير لي بالعكس صارتي التيرز ميدر واللاترالي راح يكون الهيومرس وميديا اللي راح يكون ال long head of triceps brachii عكس عكس تماما لا مو عكسة بضع النفسة نفس القادرانجولر القادرانجولر ايضا اللاترالي راح يكون الهيومرس وميديا اللي راح تكون ال long head of triceps نفس فكرة القادرانجولر بما يخص الاترال والميديا ولكن سوبرير لي راح تكون التيرز ميدر طيب طبعا قاد نتحدث عن هذا المكان هذا ال space مثل ما قاد نشوف هذا ال space اسمه lower triangular space اللower triangular space راح يكون medially medially هذا الميديا long head of triceps medially long head of triceps brachii superiorly راح يكون مثل ما قاعد نشوف the tears major وميديا ال الاترالي راح يكون عندنا مو بالسرجيكال نكفر لا بالشفت راح يكون بالنصف الاعلى من شفت اوكي بهذا المعنى هذا منه راح يدخل من عنده اذا نتعرف عليها بعديا حتى من اقض المسألة اكثر ونظل نحفظ لان احنا نارسه الفسوس بعد ما اخذناهن فنتعرف عليه بعدين اه لهنانا المحاضرة انتهت واتمنى ان شاء الله اكون واضحة واذا اكي شيء مواضحة اكي تساؤل اكيد تتوصلون من مياه سواء على البوت ما تليجرام او اه جواب التعليقات ويعرفوا تشاركون هذه الفيديوهات لحد الان هذا الفيديو رقم ثمانتاش عن الابرلم ومستمره ان شاء الله الى ان اكمل العنته بكل ما للجسم ولكن بتتابع السنوات فاتمنى انه تدهموني بالاشتراك لايك وتشاركون هذا المحتوى اللي قاعد يعني اشتغل بي واتعب بي اتمنى تشاركوا مع اصدقائكم لانه يعتبر الى حد ما محتوى نادر صراحة يعني قلبت بالقنوات ما اعتقد انه اكو واحد اشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغل طبيع بنفس التفاصيل فاتمنى انه دعم على ما اعتقد الناس تحق الدعم منكم نلتغى ان شاء الله بفيديو اخر